برنامج أبغريت تحويل مشاريع التخرج إلى شركات ناشئة تم الاحتفاء بختام النسخة الثالثة من هذا البرنامج اليوم وذلك تمخض هذا الحدث مشاهدينا بوجود أيضا ست شركات ستحظى إن شاء الله بدعم من برنامج أبغريت أو ثلاثة شركات تفاصيل إن شاء الله موسعة برفقة ضيوفي في البرنامج ورحب باسمكم بليلة بنت محمد لهيبية مدير المسؤولية الاجتماعية بعمانتي المساء الخير وستاذة ليلة حياك الله في برنامج من عمان أيضا نرحب مشاهدينا بعبدالله بن أغلامي لبلوشي فائز بمشروع نظام الطاقة المتجددة للمدن الذكية مساء الخير عبدالله حياكم في برنامج نور مساء النور والسرور يا مرحبين مبارك لك الفوز أيضا الله بارك فيه مثل ما ذكرت في حديثي يعني برنامج أبغريت تحويل مشاريع التخرج بالنسبة للطلبة والطالبات إلى مشاريع أو شركات ناشئة تقنية على أرض الواقع نعطي نبدأ للمشاهد الكريم كتبكير بكل تأكيد فكرة البرنامج هي عبارة عن مساعدة تحويل مشاريع التخرج ومساعدتها في أنها تتكون شركات ناشئة تحصل دعم من عدة جهات من الشركاء طبعا هذا الدعم يساعد هذه الشركات أنها تنمو بوتيرة ومستدامة لتنتقل مرحلة شركة ناشئة بعد ذلك إلى شركة صغيرة ومتوسطة من خلال تقديم دعم المادي والفني والاستشاري نعم يعني تأتي هذه المبادرة أو هذا البرنامج بشراكة استراتيجية بمجموعة أيضا من المؤسسات الخاصة والحكومية نقرب المشاهد من هذه المؤسسات طبعا هذه المشاريع أول شيء هي المشاريع المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة يوجد ستة شركاء في هذا البرنامج مجلس البحث العلمي هو عليه الدور والإشراف والتنظيم البرنامج والشركة العمانية للاتصالات عومنتل تقدم الدعم المادي واللوجستي وكذلك الفني للبرنامج عندنا صندوق العماني للتكنولوجيا يوفر تدريب دولي للفرق الثلاثة الفائزة وساس بالهيئة تقنية المعلومات يقوم باحتضان الفرق الثلاثة الفائزة وتطوير هذه الفرق كذلك دعم من ريادة وتقديم التوجيه الاستشاري والمالي للشركات الناشئة وأيضا توفير العديد من الدورات في التطوير القيادي والمهني مقدم من اللجنة الوطنية للشباب يعني يحضر الفائزون من هذا البرنامج من هذه المؤسسات الشراكة استراتيجية كما ذكرت بأنواع من الدعم من قبل مجموعة هذه الشركات اليوم أنتم عبد الله من الفائزين أيضا بالنسخة الثالثة تحديدا نعرف المشاهد الكريم بالمشروعكم مشروعكم الفائز بهذه الجائزة نعم نحن مجموعة من الطلبة هذا ثلاث طلبة من جامل سطان قابوس كليات الهندسة بدأنا هذا المشروع تقريبا قبل سنة نص كان مشروع التخرج فهذا المشروع عبارة عن نظام للإدارة للطاقة المتجددة في المدن الذكية فكرة تهينا أن نستغل الطاقة الكهربائية الناتجة من الواحي الشمسية بحيث أن نخزن هذه الطاقة الفيضة في البطاريات ونبيع للشركة الموزعة للكهرباء بأسعار البيع فحاليا أسعار الشراء للكهرباء 10 بيسات الكيلو واحد فنحن نبيع بأسعار أعلى لأن السعر البيع أكثر عن الشراء فبدل المشروع نحن نبيع هذه الطاقة وفقا للخوارزميات بيننا نحن كطلبة بحيث أن يضمن للمستهلك أو للمواطن الفائد أكبر ما يمكن وهذه العملية تتم بشكل كامل العملية المخائضة بين المستهلك والشركة الموزعة للكهرباء بدون أي تدخل بشري باستخدام تكنولوجيا التكالي الصناعي وكذلك صممنا شاشة ذكية بحيث أن تظهر جميع البيانات كمية الطاقة المخزنة في البطاريات وكمية الطاقة المستهلكة في البيت ونفس الشيء سعر البيع سعر البيع تختلف من أيام الأسبوع ونفس الشيء ووضع النهار ووضع الليل فكل هذه البيانات تظهر في شاشة ذكية لدى أيضا لشركة الموزعة الكهرباء وأيضا للمواطن في البيت ممتاز هل هناك مجالات محددة لشركات المشاركة في هذا البرنامج؟ نعم هناك مواضيع المطروحة للمشاركة ممتاز تختلف في كل نسخة؟ هي أعادة المشاريع المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات نعم فعندك إنترنت الأشياء مدن الذكية البيانات الضخمة الذكاء الإصطناعي البلوكتشين فهذه المجالات لأن معظم هذه الجهات الشركة متخصصين في هذا الجانب نعم يعني ما شاء الله هذه النسخة شهدت مشاركة واسعة من قبل مؤسسات أكاديمية أو تعليمية خاصة وحكومية وحتى من خارج السلطنة 125 مشاركة كمرحلة أولى وصولا إلى ثلاثة مشاريع فائزة نعرف المشاهد أستاذ ليلى بالمراحل التي من خلالها تقلص هذا العدد إلى حفل الأمس الذي هو ثلاث فائزين ثلاث فائزين لما بدأت المرحلة الأولى أعلننا عند التسجيل من شهر مارس حتى شهر مايك فتحنا باب التسجيل تقدم 125 مشروع من تقريبا 18 مؤسسة علمية من داخل السلطنة 17 ووحدة دولية كان عدد المشاركات 125 ثم تمت عملية التصفية الأولى تقلص العدد إلى 71 مشروع تقريبا من ثم في هذه المرحلة يتم مطابقة المشاريع مع المشاركة مع الأفكار المطروحة للمسابقات وأيضا نتأكد أنه مشروع تخرج ومن ثم تجي بمرحلة المرحلة الثانية يقوم الفرق التي نتجت عن التصفية الأولى بتقديم عرض مرئي للجنة التحكيم كانت 39 فقط يعني مشروع من أصل من تقلص 125 إلى 71 في المرحلة الأولى ثم 39 مشروع وتم بعد المرحلة الثانية تقييم 11 مشروع في المرحلة الثالثة من ثم بعدها تم اختيار ثلاثة شركات فائزة بعد المرحلة المقابلة الشخصية نعم آلية التقييم خلال هذه المراحل على ماذا تعتمد؟ الأولى طبعا على كانت مطابقتها مطابقتها مع الشروط المشاركة في المرحلة الثانية يقوم الفريق بتقديم عرض مرئي عن الفكرة للمشروع هنا يتم يشوف يعني مناءمة للمشروع لسوق العمل مدى جاهزية الفريق أن يحول المشروع إلى شركة ومن ثم في المرحلة الثالثة يكون تقييم مقابلة الشخصية للفرق المتأهلة أيضا لنظر في جودة هذا المنتج جاهزيته كجدوة اقتصادية أنه يدخل سوق العمل ممتاز جدوة الاقتصادية معيار مهم بالنسبة لمشاريع الفائزة إيش الجدوة الاقتصادية بتمشروعكم؟ الهدف من هذا المشروع نفس الشيء أن نساعد الاقتصاد البلد في مستخدام الطاقة المتجددة حاليا الحكومة تدفع المبالغ ضاهرة جدا في الكهرباء نفس الشيء فالطاقة المتجددة هذا خيار ثاني بحيث أن نستخدم الطاقة المتجددة تساعد نفس المواطن على أن كمية الطاقة المتجددة تكون في مكان واحد في البيت وتتم استهلاكه في نفس الوقت في نفس المكان فهذا يقلل التكاليف على الحكومة وعلى الشركات الموزعة للكهرباء ونفس الشيء أن تكون عبارة عن بيزنس أنك أنت كمواطن ممكن تستثمر في الطاقة هذه ممكن تمتلك الفلوس من هذا المشروع فممكنك أن تحصل المبلغ مادي من هذا المشروع نفس الشيء يهدف على تخفيض الاستهلاك في المنازل وكذلك نفس الشيء يساعدك على تخفيض قيمة الفاتورة نفس الشيء لأنك تستخدم من طاقة متجددة صحيح من 125 مشارك توقعتكم أنكم توصلوا إلى هذه المرحلة؟ والله نحن أول ما بدأنا في هذا المشروع كان الهدف من أن نبحث عن فرصة فرصة أن يعطونا مجال للدعم المادي والدعم المعنوي نفس الدعم الاستشاري نحتاج خبراء في هذا المجال خاصة لأن هذا مجال مستقبلي فكانت فرصة أبغريد فحطنا الهدف أن نشارك في هذا المسابقة والنافس فيه جميل يعني وصل اليوم الطالبة والطالبات لدرجة التسويق هذا البرنامج أبغريد إلى أنه يجعله محل احتبار قبل البدء في مشروع تخرج يعني إلى أنه هناك برنامج يدعم هذه المشاريع اليوم منافذ أو التسويق لهذا المشروع أو لهذا البرنامج تحديدا هل هناك جولات تتم من قبل مجلس البحث العلمي أو حتى الجهات من المشاركة في المرور بمؤسسات أكاديمية تعليمية في عمان طبعا خاصة في المرحلة في النسخة الأولى والثانية كان فيه جولات من قبل الشركاء إلى مختلف الكليات والجامعات في السلطنة وأيضا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتم عقد ورش أيضا في مختلف هذه الكليات للتعريف بالبرنامج وأهميته ودوره في دعم ريادة الأعمال وأهمية أنه ملاءمة مخرجات التعليم الأكاديمي بمتطلبات السوق وسوق العمل حتى لا تظل هذه المشاريع حبيثة الأدراج وتغيير فكر الطالب أنه يفكر في مشروع يعود له ولبلده بعائد اقتصادي واجتماعي في النسخة الثالثة يمكن أقل عدد الورش لكن كان فيه لأنه صار عندنا فيه قاعدة كبيرة من الطلبة وعارفين عن البرنامج ومتشوقين أنهم يسجلوا فيه جميل يعني هاي الثلاثة مشاريع رح تنضم لست مشاريع السابقة السابقة يكون فيه احتضان في ساس ويتم توفير وزدنا عدد من النسخة الثانية الدعم التأسيسي لهذه الشركات جميل لو نتابع مع المشاهدين الشركات الماضية اليوم كيف متابعتكم؟ ما مدى نجاحها؟ يعني شقها لي طريقها في السوق؟ والله هنا عاد يعتمد على الطالب وعلى الفريق منهم ما شاء الله بدون يعني أي دعم ممكن خارجهما مركزين جدا على مشروعهم وينتخذوا أي فرصة سواء داخل البلاد حتى الفريق الأول مثلا النسخة الأولى ما كانوا كانوا كان صندوق التقني ما كان معنا في الدفع الأولى فلاحظوا أن الطلبة الفائزين في النسخة الأولى كانوا مهتمين أن هما يشاركوا بالتدريب اللي حصلوا عليه الفائزين في النسخة الثانية فيه يعني يعتمد من فريق إلى فريق ومن شركة إلى شركة وأيضا حبيت أوجه كلمة هنا للفرق اللي ما حالفها للحظ يعني أن هي مثلا وصلت للمرحلة النهائية لكن ما فازت ما معناته أن هذا مش نهاية المشوار وما معناته أني أنا ما بكمل إذا أنا ما فزت في مسابقة أبغريد فيه برامج كثيرة وحتى أساس ممكن يعني يعتقد ممكن يحتضنه بشروط معينة يعني فيه دائما عندهم فرص يمكن يكون أكثر من الفرص الفرق اللي فازت في البرنامج أحيانا البرنامج الحمد لله وفق حتى الآن في إنشاء ست شركات والحين معنا ثلاث شركات جديدة يختلف تفاوت نجاحاتهم وستمراريتهم حسب الجهد المبذول من الفريق نفسه وكيف هو يقدر يقتنم الفرص ويستفيد من هذين الشركاء والدعم المتوفر لهم من خلال ستة شركاء ومن أي جهة في سلطنة عمان تقدم الدعم لرواد الأعمال نعم الاستمرارية والنجاح تحتمد على أصحاب المشروع وأصحاب الفكرة عبد الله بالنسبة لكم خطوة قادمة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحن نهدف نستمر في المشروع كان هدف مننا في أول اجتماع نحن بيننا نحن وذي الزملاء في المشروع كنا نريد نبدأ في مشروع نكمل فيه بعد التخرج نبدأ فيه شركة ناشئة ونفس الشي نبدأ فيه بزنس خاص لنا فحصنا الحمد لله هذه الفرصة استغلناها الحمد لله والحين هذه كانت مرحلة الفوز كانت هي مجرد بداية ما أننا نحن لا نحقق أبدا أي شيء حالياً الهدف اللي جاي إن شاء الله نكون شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة في سلطنة عمان إن شاء الله في البلد ونساعد لاقتصاد البلد ونوفر نفسي فرصة العمل لأن هذه الفرصة نساعد الجميع في البلاد وإن شاء الله نتعملين أننا حوافز أننا حماس بين الشباب فإن شاء الله نستمر في المشروع ونكون شركة رائدة في الطاقة المتجددة إن شاء الله كلها توفيق لكم فيما يتعلق أيضاً بعمانتل ليلا كونك مسؤولة ومديرة مسؤولية اجتماعية بعمانتل اليوم دور عمانتل أيضاً في تبني مثل هذه المبادرات المستدامة ما مدى حرصكم على وجودكم في مثل هذه البرامج لتخدم الشباب بشكل عام؟ طبعاً نحن في عمانتل دائماً نسعى لتبني المبادرات التي تدعم الشباب وتدعم قطاع ريادة الأعمال خاصة المتعلقة بالابتكار هذا يأتي من إيمان العميق لدى عمانتل بأهمية في هذا العصر يعني أهمية مجال الابتكار ونحتاج أحنا في السلطنة نوسع قاعدة الابتكارات طبعاً هذا أحد المشاريع التي عمانتل تبنتها لكن أيضاً هناك العديد من المشاريع التي تدعم الشباب وقطاع ريادة الأعمال في السلطنة والمشاريع هذه التي تدعم ترفض سوق العمل المحلي وتساعد في توفير فرص التشغيل الذاتي عندنا برامج أخرى مثل منصة إدلال وعندنا برنامج مهنة أيضاً كلها تهدف إلى دعم ريادة الأعمال العديد من كثير من البرامج التي تقدمها عمانتل جهودكم واضحة في هذا المجال عبدالله بما يتعلق بالصعاب التي تواجهكم اليوم أثناء مراحلكم لتنفيذ مشاريع التخرج بشكل عام كشباب في المشروعي نحن واجهنا نفسه فيه تحديات كثيرة أول شي كانت الفكرة الفكرة وإنما نحل أي مشكلة في هذا المشروع لأنها مجال الطاقة المتجدية مجال واسع جداً فيه الحين مشاريع كبيرة سواء في مستوى السلطنة وخارج السلطنة فنحن فكرنا ويش المشاكل اللي واجهنا في الفعمان نحن في مجال الطاقة أو في مجال الكهرباء بشكل عام فبحثنا عن حلول وبحثنا عن نفس المشاكل فناقشنا الأفكار مع الدكاترة في الجامعة وطرحنا الأفكار وهذا فهذا كانت أول تحدي فبعد ذلك هو المشروع كان يبارى عن فصلين دراسيين ففصل الأول كان يبارى عن بحث عن المشروع بحث عن الأجهزة التي تستخدمها أو التقنيات والتكنولوجية الذين سيستخدمها في هذا المشروع نفس الشيء المشاريع المتوفرة حالياً في العالم يعني ماذا يشعل مشروعك مختلف عن المشاريع الثانية وماذا يصبح تنافس هذه المشاريع فكانت هذه مرحلة البحث ونفس الشيء قبل النهاية مرحلة تصميم نصمم هذا المشروع فصممنا الحمد للمشروع لكن بدأ التحدي الفعلي التطبيق هذا على أرض الواقع في فصلة الدراسة الثانية بدأنا مرحلة التطبيق وواجهنا مشكلة تكاليف نفس الشيء لأن أجهزة المستخدمة في مجال الطاقة أجهزة غالية جدا مكلفة فواجهنا هنا مشكلة التحدي في المبلغ المادي ونفس الشيء كيف التعامل مع هذه الأجهزة كيف أن تربط هذه الأجهزة مع بعض فنفسه واجهتنا هذه المشكلة والحمد لله نفسه تضرين بعض الأحيان غير من بعض الأفكار في المشروع لكن كفكرة عامة للمشروع بقت كما هي وتضرين استخدم المجالات الثانية نفس الشيء لكن في نهاية الحمد لله فكرة بقت كما هي ونجحنا فيها جميل جميل إن شاء الله مع الدعم يقدروا صحيح وما يبارحن على نجاح حصولهم على الدم مبدئي من قبل هذه المبادرة بشكل عام طيب لو نأتي على صعيد النسختين السابقتين السادة ليلى أولى والثانية كيف تحرصوا على تجويد أيضا من المحتوى تجويد المشاركات من قبل الشباب نسخة بعد نسخة في كل مرحلة بعد نتخلص نسخة نحن نجتمع كشركاء لتقييم النسخة الأولى طبعا فيه تحديات كثيرة التحديات أن مشاريع التخرج معظمها تقليدية ونادرة متحصل مشروع أو طلبة يفكروا أنهم يطلعوا خارج الصندوق ويأتوا بفكرة متماشية مع متطلبات العصر طبعا هنا التكريف في الدورات والتعريف حتى خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية أن الطالب يكون مطلع على ما يحصل حوله خارج البلد وأنه يكون حتى مشروع قيمة مضافة للمجال الذي هو يشتغل فيه فهذا التعريف وهذا الاطلاع من الطالب نفسه يساعده أنه يقدم الأفضل جميل يعني هذا بالنسبة لتجويدكم للنسخ الماضية مثل ما ذكرت طيب فيما يتعلق بأهم الفوائد التي اليوم تجنوها كشباب من هذه البرامج أنتوا لم تبدأوا فعليا في حصد الفوائد؟ نعم لسا يعني لسا أمس أعلننا وحصلوا الشيك الورقي مثل بداية إن شاء الله بداية البرامج التي ستدخل فيها الشباب هما بعد هالمرحلة على طول يبدأ الاحتضان في ساس وإحنا عاملين مثل خطة مع ساس أنه يتم تقديم الدعم المادي على عدة مراحل بناء على تطور الشركة ممتنس يعني هذه من شروط البرنامج بالشركة العام عشان نحن نتابع معهم تطورهم ومدى تقدمهم في العمل كذلك بيبدأ قريب من الاحتضان التدريب الدولي المقدم من الصندوق العمالي المدى التكنولوجيا ممتاز مستعدين المرحلة؟ إن شاء الله كل توقف لكم أنا أشكركم على وجودكم اليوم بعيد في برنامج من عمان لتعريفنا عن النسخة الثالثة لبرنامج أبغريد والاحتفاء أيضا بأحد الفائزين الثلاثة من هذه النسخة شكرا ليلا بنت محمد لهيبية مديرة المسئولية الاجتماعية بعمان تل شكرا ليلا شكرا أختي بيان وأحب أهني جميع الطلبة للفائزين معنا في النسخة الثالثة من أبغريد وأتمنى من الفرقة الهدعشر التي تأهلت للنهائيات أن تكمل مشوارها جريعة وكما ذكرت أن هناك دعم بالفعل ربما من ذات المؤسسات ولكن بشكل آخر أيضا الشكر موصول لك عبدالله بن غلام البلوشي فائز بمشروع نظام الطاقة المتجددة للمدن الذكية نبارك لك من جديد عبدالله شكرا لكم على الاستضافة ونشكر الشركات الدعمة بهذا البرنامج على أطعاننا هذا الفرصة فأيضا توفير الفرص دائما للشباب بالأماني نتواصل معكم مشاهدين إن شاء الله بعد الفاصل إلى متابعة أخرى ابقوا معنا